ترتال فضيلتكم شرفالة فتقول ما حكم الصلاة أمام المرآة علما بأني لا أنظر إليها لأن محل النظر الصيود كما أعلم وجهوني جزاكم الله خيراكم إذا كانت المرآة تشوش عليها فإنه يكره أن تصلي أمامها أما إذا كانت لا تشوش عليها فلا من يعني ذلك ولكن الأحسن أن تنتهي عن مقابلة ومحالات المرآة لأن يظهر فيها حيالها وحركاتها وهذا إذا ما يشغلها عن الصلاة فمهما يمكن أن تكون بعيدة عن المرآة فهو أحسن وإذا صلت أمام المرآة فإن هذا لا يحرم ولكن إذا كان هذا يشغلها عن صلاةها فإنه يكره سيداكم الله خيرا